يا استاذ محمد انا لسه ما زلت في بيتنا انا تحت العلاج انا باخد علاج عشان انا رافض ان انا اخش اعمل اصطر انا تعدت من كتر ادخول اوضى العملية بس فانا دلوقتي في البيت باخد علاج والدكاترة تحت الملاحظة معهم والحالة ما هيش متافاقة انا بخير انا بخير انا بخير انا بخير انا كويس جدا وفصت ولادي وفصت علتي والحمد لله كل حاجة سليمة بس هم بيدوني علاجات في البيت وحطيني تحت الملاحظة لو الموضوع بالعلاج ممشيش هنتطر بعد في الاخر ان احنا نخش نعمل بتاع السراء نعمل توسيع في الشريان التاج فقط لا غير لكن انا لا دخلت المستشفى ولا انا مقيم في بالستشفى ولا بيعملولي عمليات والموضوع انا خايف بعد كده يقول لك دخل في قلب مفتوح وعمل وكل يعني ايه كل واحد بيدعي انه صحفي في موقع من المواقع ولا واحدة بتدعي انها صحفية في موقع من المواقع تكبر الموضوع بقى وتكتب خيال الخيالها المريض يوصلنا بقى لان احنا بنعمل قلب مفتوح بقى وممكن بنغير شرائم في القلب وممكن بيركبولي قلب غير قلبي يعني انت عارف اما الواحد خياله بيسرح مع نفسه كده انا كويس انا بخير انا فوست ولادي وفوست عيتي وبتعالج ولو العلاج ما جابش نتيجة ان شاء الله هخش اعمل القسطرة والنتيجة ما هيش يعني الحالة ما هيش مستشرية قوي ولا هي صعبة ولا هي خلاص الاجل حان لا طبعا الاجل ده بايد ربنا وقت ما هو عايز ياخد ودعته ما حدش في ايده حاجة يعني بس انا الحمد لله كويس والعلم حضرتك انا في حالة من العصبية والتوتر بسبب اللي بتعمله فيها المواقع الاخبارية ده من ضمن الضغوطات النفسية اللي علي لان ما فيش حاجة انا بتكلم كلمة اللي ما بيحرفوها وبيقولوا علي بيقولوا كلام غير اللي انا قلته وغير اللي انا اقصده وغير الهدف منه هو برضو بنفس الوضع انا لا قلت ان انا دخلت بالستشفى ولا انا قلت ان انا خلاص بي هيعملولي مش عارف ولا قلت الكلام ده كله قلت انا لسه في دور الكشف والعلاجات اللي بالادوية والله يا حضرات تعدت تعدت تعدت